شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي التخصصية لمركز السيطرة الخلفي للقوات المسلحة والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لمركز السيطرة الخلفي للقوات المسلحة والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب هاني محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم منظومة التطوير والتحديث بمختلف الهيئات والإدارات والأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة بما يحقق الارتقاء بكافة مقاومات القوى العسكرية الحديثة للوفاء بالمهام والمسؤوليات في الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف التخصصات والتي أظهرت مدى الكفاءة والتميز في تنفيذ المهام التي توكل إلى المنظومة الإدارية المتكاملة للقوات المسلحة كما أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد العالي لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من القادة المشاركين بالمشروع في الأسلوب الأمثل لمجابهة كافة المتغيرات الطارئة وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل المشترك في نسيج متكامل مشيرا إلى أن التخطيط والتأمين الإداري يعد من أهم مقاومات نجاح القوات المسلحة ودعم كفاءتها القتالية ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة والإدارات التخصصية مؤكدا أن القوات المسلحة تقادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وكان الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات لكافة الإدارات التخصصية المشاركة في المشروع أثناء مراحل العمليات وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من القدرة على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات مؤكدا أهمية المحافظة على أعلى مستويات التأمين الفني والإداري أثناء مختلف مراحل العمليات للقدرة على تنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار